السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم قناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار فصل اول في مادة اللغة الفرنسية لسنة الرابعة ابتدائي نخليكم هذا النموذج في صندوق الوصف اذا نبدأ بقراءة النص ثم نجيب على الزلة اذا لكل حسيبة مدرسة حسيبة نقرأ لتكست نقرأ لهم نقرأ ل產ج الوصف يكن في الدين البرمي على قناة السنة أم فاس دو لأبوست پا لوان دو لأموسكي ألأي دون لكارتير پانوغاما إذن أعيد نو سوم لسيلاف دو كاتخياماني بخيما نحنو تلميذ السن الرابعة إبتدي نوتر إيكول سو تروف دون لجاردن ببليك معناه مدرستنا تقع في الحديقة العمومية ألأي أكوتي دو كوميساريا تقع بجانب مركز الشرطة أم فاس دو لأبوست أم فاس معناه مقابل مقابل لدار البريد طالوة طالوة معناها ليس بعيد طالوة دو لأموسكي ليس ببعيد عن المسجد موسكي والمسجد ألأي دون لكارتير پانوغاما معناها تقع في شارع پانوغاما الآن مع أسئلة النص السؤال الأول يقول كالي لتتخ دو سو تكست معناه ما هو عنوان هذا النص نقول لتتخ اي لتتخ اي لتتخ اي مكتوب هنا تقع فيه مدرسة حاسيبة لدينا هنا لكارتير پانوغاما معنا شو نقولو؟ نقولو لكل حاسيبة اي دون لكارتير پانوغاما نقولو لكل حاسيبة اي دون لكارتير پانوغاما مع سؤال ثلاث قال تخونسفورم لا فخاص سنگولي معناه نحول هذه الجملة إلى المفرد سنگولي هو المفرد البلوريال هو الجمعة نصوم دي الزيلاذ نو معناه نحن نصوم نحن نكون تلاميذ أو نحن تلاميذ نو كي نحولوها للمفرد نحولوها للسنگولي كنا نحن معناه ضمير المتكلم نحن كي ترجع للمفرد تبدأ ج اي دون نو تبدأ ج صوم اي دون قرينا التصريف تعالذير بأتخ هنا عندنا نصوم معناه هذا الورب أتخبره مصرف معا كي نقولو ج واش تبدأ صوم واش تبدأ تبدأ ج سوي ج سوي دي دي نحولوها للمفرد قلنا ا ا ولا اون تبدأ دي هنا ج سوي ان الاذ قلو ان الاذ ا وما ديروش الاس الاذ ج سوي ان الاذ الان حولناها للمفرد معناه حولناها لسنجلي الان قال مي افمينا معناه نحولوها لالفيمينا عندنا ان وازن ان وازن اذا نقولو اون الان تبدأ اون زيدو لها الاذ وازن زيدو لها الاذ وازن وزيدو الاذ اذا كانت ان وازن تبدأ اون وازين ان ج كتابة جار دي جار دين هنا نتوقفو اذا هذه اي ار تبدأ اي ار ا اذا ان جارديني تبدأ اون جاردينيær اون جاردينيار في المؤنث في سؤال الخامس قال مي لبنو برسونال كي كنو سوي زور إذن هدي الاس نتقوها مع اله لا أش ما ننتقوش سوي زور هنا عنا ان دي زامي إذن في سوي قلنا سوي هو le verbe اتخ مصرف مع واش مع الجو إذن هنا نكتبو الجو جو سوي زور وانتي هدي تصرف مع إيل ولا أل كتبو إيل أفك أس ولا أل أفك أس نقولوا إل سون دي زامي إل سون دي زامي ولا أل سون دي زامي فهم لأن نقول غولاذ دي تكست معنا نستخرج من النص نام بخو ون كما قلنا نام بخو هو اسم عالم أسماء أشخاص مثل أحمد مثل عبد القادر مثل أمينة مثل أميرة إذن ولا أسماء بلدان ولا أسماء مدن هذا هذا لنم بخو إذن نحوش على نم بخو ويكون الحرف الأول يكون ماجسكل مثل حسيبة كما أيضا بانوغاما بي بي ماجسكل وهذا اسم تاعة كارتي إذن عندنا نم بخو عندنا بانوغاما بانوغاما نم كما هو أي اسم يبدا بان ولا اون ولا ل ولا ل عندنا لجاردن لجاردن هو نم كما لجاردن الآن معا لابتك إكري نم 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 دو لابتك ميزان أل كارتي إذن في الفقرة عندنا ما ما اي بلانش سو تخوف دون ل دو سيدي بوم دي أل إذن عندنا ما شنگولو ما ميزان ما ميزان ما ميزان اي بلانش سو تخوف لابتك لابتك تخوف للميزان إذن نم لابتك لابتك ميزان إذن ما ميزان بلانش سو تخوف دون لابتك سيدي بومدين إذن سيدي بومدين هذا معجسك معنا هذا quartier إذن لابتك 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 دون لابتك فهم إذن إلى هناك وخلص معنا الفيديو تعالينا اليوم أترككم في رعاية له وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة